السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لجميع المتتبعين دائما مع تفنيد وتبطيل بعض المنشورات الرائعة في الفيسبوك التي معظم منشورات الفيسبوك هي غلط ولا أسس لها من الصحة يعني واحد يدير كوبيكولي والخرين يدير نسخ لسق ويغلطوا بعضهم كامل كهذا المنشور يعني رئاسة الجمهورية الجزائرية تقول يعني قانون المالية 2024 الذي ليس له أسس من الصحة بتاتم زيادة أجور الأماء زيادة أجور مستخدم غطاء السحابي كذا كذا رفع منحات الطفل استدهد منحات المرأة الماكثة في البيت تقدر بستهلاف يعني 600 ألف رفع منحات البطالة إلى غير ذلك يعني اسمعنا كامل واشقال رئيس الجمهورية في مجلس الأمة بغرفتي البرلمان يوم أمس أقول ولكن رئيس الجمهوري عبد المجي تبون لم يتكلم عن شيء من هذا القبيل يعني ربما تكلم عن بعض الإحصائيات مجملا حول منحة البطالة الذي قال عنها بأن عدد المستفيدين فاقا يعني مليوني سنتيم عفوا أو مليوني مستفيد هذا كلهما تحدث عن منحة البطالة أما هذه الزيادات أو هذه المنحة الأخرى لم يتحدث عنها بتاتم رئيس الجمهورية أو أي شخص رسمي أو جريدة رسمية في هذا الموضوع تبقى هذه المعلومات مجرد منشور متداول فقط عبر صفحات الفيسبوك التي ليس لها أساس من الصحة كما أقول ترجمة نانسي قنقر